السلام عليكم ومرحبا بكم مع تصحيح تمرين الحسابيات اللي كان في الامتحار الوطني سنة 2019 شعبات العلم الريادية وشابتر دولار اغاثميتيك تمرين يقول أننا دمي ك 2969 لاني أمازيغ اكتوالي اتا نومر اولي نقبل ان هذا العدد هو عدد اولي سواء انا ام 2 انترال ن على پلسانس 8 plus ام على پلسانس 8 اتا نقبل ان ام وان اولي يكون ام وان عددين صحيحين طبيعيين بحيث ان ام اوس 8 زايد ام اوس 8 تكافئو سفر بترضيد اتنين 2969 نفترض ان سيبوز ان سيبوز ك دان ستكيسيان ك 2969 ندفز با ام نفترضو بان العدد دالي هو 2960 لا يقسيمو ام فتيتا ان اتلزو نتايورام دبوزو مانتخي ك ان انطي ام از تلزو ان ان THEY تقديم ام وان profiles 2969 اتنين با استعمال مبارانات بزو با ام يبوز انه يوجد بحيث ان او في ام يكافئ وحد بسردد 2969 اتنين نبدأ على بركتينا مع هذا السؤال اتنين قلنا بانه أولا نفترض أن 2969 لا يقسم N إذن باستعمال مبارهنات بوزو نبين أنه يوجد U من Z بحيث U في N يوافق 1 بترضيد 1969 إذن لدينا حسب معطاية التمرين أن هذا العدد هو عدد أولي إذن لدينا 1969 عدد أولي عدد أولي إذن بما أنه عدد أولي فإنه 2969 القاسم المشترك الأكبر بينه وبين أن يساوي 1 ومنه إذا وجد عددان أولي فيما بينهما فإنه حسب حسب بوزو فإنه يوجد يعني عددين صحيحين U و V بحيث حيث حيث 2969 في V زائد ألفين عفوا زائد 0 عدد عدد لدينا لدينا نسبة عدد ان يوجد و سفر بترديد 1969 كون أن سفر يقسم هذا العدد بترديد 1969 إذن فإنه يوافق 1 بترديد 1969 إذن خلاصة يوجد U ينتمي إلى ز حيطو U في N يوافق 1 بترديد 2007 كان هذا هو السؤال أ أ دبنا نشوفو بي أن نتدفع أن U fois M على قصة 8 إذن خلصة إذن خلصة إذن نستدفع أن U في M 8 يوافق ناقص 8 بترديد 2963 إذن لدينا إذن لدينا U 8 أو N8 إذن حسب نعطيات N8 زائد M8 يوافق 0 بترديد 2969 إذن ومينه؟ ومينه؟ إذا ضربنا في U تصبح U في N 8 زائد U في N 8 توافق توافق أيضاً 0 بترديد 2969 بترديد بترديد ومينه؟ إذن إذن U في N توافق 1 بترديد 2969 ومينه؟ إذن رفعنا الثمانية تصبح U في N U U في N كل 8 توافق 1 ومينه؟ 1 بترديد 2969 إذن إذن نضيفه ومينه؟ U في N أس 8 زائد U في N أس 8 يوافق 1 زائد U في N 8 بترديد 2969 هذا التعبير قلنا أنه يوافق 0 بترديد 2069 يعني أن 0 يوافق 1 زائد U في N 8 بترديد 2969 إذن U في N كل 8 توافق ناقص 1 بترديد 2969 لدينا أيضا إذن الجزء الثاني من هذا السؤال قال واستنتج أيضا أن واستنتج أيضا أن U في N أس 1968 يوافق ناقص 1 بترديد 2969 ومع معطى لاحظ أن 1968 كتاب 8 371 إذن طيب ولدينا U في M بس 8 إذا قمنا برفعها أس 371 حسب خاصية الموافقة بترديد أنها توافق ناقص 1 أس 371 بترديد في M أس 2968 ستوافق هذا العدد الذي في الأس فرضي إذن تبقى ناقص 1 بترديد 2969 ومنه النتيجة إذن هذه النتيجة المطلوبة الآن السؤال سي يعني واحد سي نفترض أن إذن سي ماذا قالوا في السؤال إذن نرجع إلى السؤال لنقرأه جميعا إذن قال في بوتيسي بيّن أن موندخي ك 2969 ندفيز با U في M إذن سنفترض سنفترض العكس إذن سنبرهن بالخلف نفترض أن نفترض أن 2969 يقسم U في M ومنه ومنه فإن U في M سيوافق سيوافق 0 بترضيض 2969 يعني إذا قمنا برفع طرفين 2968 ستوافق 0 بترضيض 2969 ونعلم أن U في M 2968 توافق ناقص 1 بترديد 1969 ومنه فإن 0 سيوافق ناقص 1 بترديد 1969 وهذا تناقض وهذا غير ممكن وهذا غير ممكن إذن ما فترضناه خاطئ يعني والعكس هو الصحيح إذن نقول أن 1969 لا يقسم لا يقسم بفي M نمر الآن إلى السؤال D نستنتجه أيضا إذن D نستنتجه أيضا أن U في M 2968 توافق 1 توافق 1 بترديد 2969 إذن لدينا لدينا 2969 لا يقسم M في U إذن ومنه ومنه M في U القاس المشترك الأكبر بينها وبين 960 تساوي 1 يعني أولياً فيما بينهما إذن بتطبيق مبرهنات فيرما بتطبيق مبرهنات فيرما فإننا سنجد أن U في M قس 2969 ناقص 1 ستوافق 1 بترديد 1969 إذن U في M قس 2969 ناقص 1 لها 2968 ستوافق نكتبه بشكل جيد ستوافق 1 بترديد 1969 إذن من خلال سؤال رقم جوج الفقرة الثانية من التمرين ثانياً بالسئلة السابقة نبين أن 2969 يقسم N يقسم N إذن نفترض العكس نفترض أن 2969 لا يقسم N إذن ومن U حساب الأسئلة السابقة إذن لاحظوا معي في بداية السمرين قالوا أن نفترض بأن 2969 لا يقسم N فترتب عنه هذه النتائج PUTITAB 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 إذن N افترض نفس الشيء إذن سنحصل عن نفس النتائج إذن ومنه U في M وس 2668 ستوافق ناقص 1 بترضي 1969 و U في M وس 1968 توافق أيضا 1 بترضي 1969 2969 إذن ومنه هكذا ومنه ومنه ناقص 1 يوافق 1 بترضي 1969 يعني أن 2 يوافق 0 بترضي 1969 69 إذن 1969 يقسم 2 وهذا غير ممكن وهذا تناقض إذن 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 2000 إذن نلاحظوا النتيجة المطلوبة كما قلنا نعود إليها إذن 1969 يقسم N إذن 2066 يقسم N السؤال B وهو السؤال الأخير إذن السؤال الأخير B يوافق 0 بترضي 2960 يكافئ N يوافق 0 بترضي 2060 و M يوافق 0 بترضي 2960 إذن لدينا لدينا ونبين أن نبين هذا التكافؤ نبين أن 20 N 8 زائد M 8 يوافق 0 بترضي 2960 يكافئ أن N يوافق 0 بترضي 2969 و N يوافق 0 بترضي 2969 إذن نبدأ بالاستيزام الأول سنستعمل استيزام أو استيزامين سنبال هنا الاستيزام الأول هذا التعبير يستلزم هذا ثم هذا يستلزم هذا إذن نبدأ باستيزام أول إذن نفترض أن نفترض أن طبيعة الحال يكون دائما واحد الاستيزام بسيط والاستيزام آخر كتكون في شوية الخبر 2969 و N يوافق 0 بترضي 2969 إذن ومن نفترض شوية قليل مكان ومن هو فإن N 8 يوافق 0 إذن نرفع 8 نرفع 8 مشي مشكلة قواعد الحساب بالموافقة بترضي و N 8 يوافق 0 بترضي 2969 إذن المجموع 209 يوافق 0 بترضي 2969 60 الآن سوف نمشي والاستيزام الآخر إذن نفترض 2089 إذا نعلم أن لدينا 1969 يقسم an ومنه an يوافق 0 بترضيذ 2960 يقسم an يعني أن an 8 يوافق 0 بترضيذ 2960 وكذلك an 8 زائد am 8 يوافق 0 زائد am 8 بترضيذ 2960 ومنه لاحظوا أن هذا التعبير كما افترضناه في المعطيات هذا يوافق 0 بترضيذ 2960 إذن صفر بترضيذ 0 يوافق am 8 بترضيذ 2960 وبالتالي حسب البرهان بالتكافؤ إذن منه نحصله على التكافؤ المطلوب إذن كنتم جددنا بالقناة تشجعونا بالاشتراك فيها و الضغط على زر الإعجاب ثم تفعيل الجرس ليصلكم الجديد مرحبا بكم في قناة حصة للريادية الآن